اسمنا عين زلوم من الأدس طبعاً المحل هذا أبوي مساجره من 36 وأنا موجود تباوعد المحل هذا من قبل 67 عيام الأردن كان رمضان بعيام الأردن قبل 67 تعيش بالناس كلها كان يجي من سودا من العراق من لبنان من كل وطن العربي وكان يجي بالأعياد عياد الميلاد وعياد الشهر أربع مسيحيين من كل دول العالم فكانت الأدس ما تفضى بالمرة هلا بعد 67 كانت تقريباً أرصال الحركة كانت الحركة ماشية ممتازة والوضع كان ممتاز في الأدس وفيه حركة وفيه ناس واشا زيان لأبل عشر سنوات أبل عشر سنوات البلدة الأديمة ماتت تقريباً إنه عدمت بشكل كبير كبير يعني وخفت الناس بشكل كبير بتجيش الناس برمضان على الأدس إلا بأيام جمعة وبيجي من الشمال تقريباً يوم خميس جمعة سبت تقريباً فبيعبوا الأدس تقريباً أما بأيام رمضان وغير رمضان من عشر سنوات ضعيفة ضعيفة بشكل على بالنسبة للحركة التجارية اللي بتاجروا أو عندهم محلات أحزية أو أواعي شهازة هاي الوضع الاقتصادي سيء معهم ليش صار بيع على الإي بي صار بيع على الفيسبوك صار بيع على الإنترنت وصار توصيل للبي فضعفت الحركة التجارية بشكل وانشلت موضوع الأدس الحركة بتكون في رمضان حالياً بالأيام هاي خميس جمعة سبت بيجي من الشمال وأيام جمعة بيجي تصير فيها يعني بالفترة هاي أما بقى الأيام بتكون الوضع الصعب أو الحركة ضعيفة كتير بشكل عام اشتركوا في القناة